البنك المركزي برضو تمشياً مع قراراته بهدف مجابهة التضخم ورافع العبء عن المواطنين البنك الأهل راح عمل حاجة لطيفة كده أصدر حاجة اسمها شهادة باللاتينية لمدة 3 سنة عائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنوي سازي شامعو كاشا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قال إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت زيادة سعر العائد على الشهادة باللاتينية 3 سنين زيادة العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنوياً بدلاً من 14% اعتباراً من إمتى بقى؟ اعتباراً من اليوم اللي هو يوم الخميس للشهادات الجديدة أو المجدرة القائمة البنك برضو أصدر شهادة بعائد أو بسعر 16.25% سنوياً بدورية الصرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.5% سنوياً بدورية صرف العائد نصف السنة ده الإخوة طبعاً المواطنين اللي هما بقى ليهم خبرة بقى في الحصول على هذه الشهادات والمشاركة في هذه الشهادات والإقبال على هذه الشهادات وشراء هذه الشهادات ما شاء الله لما تقعد معهم تحس ان انت بتتكلم مع محافظة بنك بركز خلاص وبعد نوم خبرة بالشهادات بتصدر ازاي بتروح فين بتيجي منين لها ناسها زي ما بيقول كلها معاي إرشين وعايز ياخد مستني الفرصة في هذا الإطار وهو الآخر فده حاجة محترمة جداً في هذا الإطار اشتركوا في القناة